وعلى العالم واتكلموا على اي اتفاق دولي بهذا الخصوص لا بد ان يتم بمشاركة دول المنطقة طبعا مهم تعرف البيان البيان حديقة فيه شمولية آلية وفيه تكامل بين البلدين بشكل يعني مهم والاهم من ذلك انه كما لاحظت يعني مجموعة من الامور اللي نعرف خطورة في السلوك الايراني وهذا اكد عليها البيان خطورة في السلوك الايراني العدائي تجاه دول المنطقة خطر امتلاك النظام الملاني تحت الدمر الشامل على المنطقة وعلى العالم نعرف تأثيرات مثل هذه الاسلحة النووية على دول الاقليم وكذلك على العالم ان يكون اي اتفاق دولي بهذا الخصوص لا بد ان يكون بمشاركة دول المنطقة دول المنطقة معروفة اليوم حساسية هذا الموضوع ليس الغرب واحدة او الخمسة زائد واحد يجب ان يكون هو صاحب القرار في هذا الامر يجب ان يكون هناك اطراف من دول الاقليم ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر يكون هناك اطراف معنية بهذا الامر امن الاقليم وليس فقط التحاور والتشاور مع ايران نحو الاتفاق ومن ثم غض النظر عن دول الاقليم لا لا بد ان يكون هناك لانه هناك تهديدات مباشرة لامن دول المنطقة وهذا ما يؤكد وهذا البيان اللي يؤكد عن الحر على تعزيز التعاون بين البلدين خصوصا في المجال الاسكري تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية وهذا موضوع امني مهم جدا كما يعني تذكر انا اتحدث مع الكثير في حوارات سابقة على موضوع ايضا الحوثي اللي هو جعل من اليمن ايضا مستباحة وكذلك في العراق استباح ايضا اماء الشعب العراقي وكذلك في سوريا وفي لبنان وحتى انه خرج لفرخه بانه يحتل اربع حواصل عربية اليوم المملكة ومصر تعمل في هذا الاتجاه نحو تعزيز هذا التعاون تحقيق التكامل وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يحفظ امن الاقليم ويحفظ امن البلدين ويؤسس لامل تعاوني من مصلحة الرياض وثلاثة القاهرة والشعوب التنفيق بين المملكة ومصر مستمر في جميع الملفات ولا اتذكر يعني ان حتى من بدأ الحرب على الارهاب كانت المملكة والمصر تقفان الى جانب بعضهما وترفضان اي محاولات في جانب اكت امنهما واستقلاران تأكيد نمر اخو لو لا حدث البيان في شمولية دائما تكر البلدان العربية دول المنطقة وليس فقط سواء السعودية او بصر وانما تهمية التعاون للوصول الى حلول شاملة واجندة سد امن يعني مصالح الولاء العربية مرة تانية سيد جميل التأكيد من جانب الاشقاء في المملكة العربية السعودية عن دعم الكامل لمصر فيما يتعلق بملفة السد الاسيوبي والدعم الكامل للامن المائي المصري طبعا بالتأكيد يعني المملكة العربية السعودية واضح هذا البيان يعني يعني اعطت الدعم الكامل للامن المائي المصري باعتبار يعني واحدة من الفقرات في هذا البيان انه الامن العربي كل ما يتجزه وهذا باعتبار ايضا الامن المائي المصري جزء من الامن المائي العربي وحثت يعني المحرسيوبها على التخلي عن سياساتها الارحادية او الاقتصائية صالة بالانهارة الدولية الانتزام بالتعهدات الموقعة من قبلها في 2015 عدم اتخاذ اي جراءات ارحادية في هذا الموضوع سد النهضة موضوع ضرورة التعاون بحسن النية مها مصر كل هذا اكثر عليها البيان عملية الاططاء وتجاوز الاتفاقات القانونية والموافق الدولية هذا لا تقبل به مصر ولا تقبل من المنطقة العربية السعودية سواء من سيبيا وغيرها لانه في الاول والاخير يمسس الامن المائي المصري ومصر جناح نجحة الدولة العربية سيد جميل زيابي بشكرك شكرا جزيلا